لكن في مباراة تانية المصري واسموحة واتعادلوا صفر صفر يمكن انا غضبان بشكل كبير جدا 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 من معيني الشعباني مدرب المصري ليه انا غضبان من معيني الشعباني مدرب المصري معيني الشعباني مدرب المصري من حوالي اسبوع خالد الغندور عامل برنامج في الرجل طلع معيني الشعباني مع خالد الغندور وقال له لما أنا كنت مدرب للترجل تونسي كنت عامل حساب للأهلي أكتر من الزمالك وبالبلد كده الأهلي أقوى من الزمالك وبالبلد كده الأهلي هو اللي مش عارف إيه إنما الزمالك كان المطش بالنسبانا سهل وكل حاجة عاوز أقول لي أستاذ معين أولا أنت راجل هنا ضيف في بلدك التاني مصر وتونس ومصر على رأي فنان عدل إمام وعد ولكن مسيرك تقعد معنا بقى ومسيرك تشوف الظلم ومسيرك تشوف قلة الأدب اللي بتحصل عندنا في الرياضة المصرية مسيرك تشوف كل الكلام ده يا أستاذ أو يا كابتن معين شعباني لعبنا حضرتك وإحنا مستقرين عندنا مجلس إدارة بقيادة أفضل رئيس نادي جه في تاريخ نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور لعبنا الترجي التونسي كسبنا حضرتك 3-1 في السوبر الأفريكي وبعد كده لعبنا حضرتك على أرضك ووسط جماهيرك وأعتقد الزمالك اتغلب 1-0 بالعافية وفي آخر 10 دقايق لعبة الزمالك كانوا بيتلعبوا بلعبة الترجي على أرضهم في أستاذ أعتقد رادس أو أستاذ المنزه مش متذكر ولكن حضرتك لما كسبتنا زهاب وعودة في دوري أبطال أفريكيا الماضي حضرتك كسبتني وأنا عندي لجام معينة مسيرك تقعد في مصر وتبدأ تعرف اللي بيحصل في الزمالك الزمالك يا كابتن معين كل اتنين وخميس بيتحلله مجالس إداراته الزمالك كل اتنين وخميس بيتحلله مجالس إداراته ومسيرك تشوف الكلام ده يا كابتن معين فأنا مش أرد عليك أولا لأنك أنت راجل يعني ضيف عندنا ثانيا أنت لسه ما تعرفش الكواليس فأنت أكيد مظلوم ومغدوع في الأهلي والجمودية بتاعت الأهلي الكلام ده إحنا هنا حفزناه وإحنا هنا خلاص زي ما بقوله شربناه منك عنه المصريين فهم اللي هتلاقيهم عارفين التفاصيل يا كابتن معين يا شعباني آآ تعالوا بقى ندخل في ايه تاني؟ تعالوا ندخل في خبر تاني آآ عاوز أتكلم فيه آآ مع حضراتكم وهو أني خلاص النهاردة الكابتن حسين لبيب عمل الاتفاق مع إحدى شركات التسويق عشان يستضيفوا نادي الزمالك في الفترة من واحد لتسعة يناير الفترة دي هتكون تصفيات كأس الأمم الأفريقية بتتلعب فالزمالك اتفق مع شركة تسويق آآ عاملة زي كده مباريات مجمعة في آآ دبي وشركة التسويق دي هتستضيف نادي الزمالك اقامة كاملة وآآ معسكر معسكر قوي جدا لمدة تسعة تيام هيتخلل بقى المعسكر ده تلات مباريات في منطقة القوة اولا في فريق اماراتي بيتم التجهيز لي الزمالك هيلعبه في دبي وكمان آآ في الامارات سوري يعني في يعني يعني مش في دبي تحديدا ممكن يكون في اي يعني ايه عاصمة او محافظة تانية انما في فريق اماراتي الزمالك هيلعبه وكمان الزمالك هيلعب طبع شركة التسويق برضو آآ في المعسكر ده هيلعب نادي البلجيكي وكمان الزمالك هيلعب نادي بازل السويسري ده كله الزمالك هيلعبه من واحد لتسعة كرتيرون فرحان جدا بالمعسكر ده وهيستغلوا عشان يجهز اللعيبة اللي هم مش منضمين للمنتخب واعتقد التسعة تيام دول هيكونوا زي الاسبوع آآ او العشر تيام اللي هم راحوا قاعدون في برج العرب في آخر سبع مباريات في الدوري هاعتقد التسعة تيام دول كرتيرون هيستغلهم بشكل كويس جدا كرتيرون من المدربين اللي بيعرف يوقف اللعيبة بدني على رجليهم كويس جدا وبيعرف يعمل شغل تاكتكس كويس جدا فدي حاجة الناس اللي ايه كويرة تفهم المعنى ده هيفرق معنا جدا معسكر قوي جدا 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 وبتلعب اندرلاخت البلجيكي وبازل السويسري بتلعب فرقيتين من المستوى المتوسط في اوروبا فدي حاجة كويسة جدا 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 لنادي الزمالك آآ طيب عاوز اتكلم آآ في النادي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي ده فريق التاني في مصر يعني هتقول ليه بتشجع مين بعد الزمالك؟ الاسماعيلي على طول ولاد العم آآ كان عندهم انتخابات آآ مجلس ادوارة ونجح الاستاذ زيحيا الكومي بنقول له الف مبروك استاذ زيحيا الكومي كان رئيس قبل كده النادي الاسماعيلي وراجل عنده الخبرات اللي هو يقدر يدير بيها نادي كبير زي نادي الاسماعيلي واتمنى النادي الاسماعيلي يرجع كده يقف على رجله ويبقى بوع بوع عندية الدوري آآ الدرويش او الاستاذ بقى يحيا الكومي عاوز بالبلد كده يطفش الكابتن طلعت يوسف ومش عاوزه يكمل على آآ يعني رأس الادارة الفنية لنادي الاسماعيلي عادي هو حر يجيب مدرب تاني لأ مش دي المشكلة انا عايز اوجيه نصيحة للاستاذ زيحيا الكومي وانا بوجه له النصيحة دي اديني رأيك في التعليقات يمكن انا اكون غلطان واطلع اعتذر ان انا غلطان الاستاذ زيحيا الكومي بيقول ايه بقى يا سيد الاستاذ زيحيا الكومي بيقول اني هو عاوز يتعاقد بعد ما يمشي الكابتن طلعت يوسف عاوز يتعاقد مع احمد حسام ميدو عشان يكون مدرب لنادي الاسماعيلي احمد حسام ميدو الراجل بقاله فترة ما بيدربش وهو مش عارف يرسع على بر لا منه مدرب ولا منه اعلامي ولا منه كان في الادارة بتاعة نادي بيرامدز اعتقد مسك حاجة كده منصب كده المدير مش عارف ايه فهو مش عارف هو عاوز ايه ميدو ميدو بتاع كله يعني ميدو اللي هو ايه بتاع كله عاوز اعلام انا موجود راجل اعلامي عاوز مدرب كرة برضو موجود هطلع لك مدرب الكرة اللي جواي فميدو هو مش عارف هو عايز ايه وانت لو تسألت هو ميدو شغلانته ايه مش هتعرف يعني بيبقى فيه مدرب وبيبقى فيه اعلامي وبيبقى فيه محلل اه ميدو كمان اشتغل محلل فميدو انت مش عارف هو عايز ايه هو بتاع كله محلل انا راجل محلل وبفهم الكلام والفني والتاكتكس مدرب انا راجل مدرب وموجود وبدرب وبعمل وبطلع وبنزل عاوزه اعلامي موجود راجل اعلامي بيقطع في الزمالك وبيبهدل في الزمالك فميدو يعني انا بدي نصيحة للاستاذ يحيى الكومي فيه فيلم محمد هنادي في فول السن العظيم بيقولك ايه لما كان مع الراجل اللي هو اللبناني ده وكانوا بيعملوا الاكل اللقطة دي احنا فاكرنا افتكر انه قلتلك بلاش فاكرين اللقطة دي لما كان الفنان محمد هنادي يعني بيقول للراجل اللي كان شغال معاه اطاكد هو لبناني او حاجة زي كده افتكر انه قلتلك بلاش او انا بقول للأستاذ يحيى الكومي افتكر انه قلتلك بلاش ميدو هيقعد يا كابتن يحيا الكومي عالترابيزة قدامك هتسمع منه احلى كلام التاكتكس والفني واوروبا والشغل البدني والشغل مش عارف ايه وانطلع الاحمال واننزل الاحمال وعل الفولت علت الفولت وط الفولت وطت الفولت هتقعد تسمع من ميدو احلى كلام تقول واو ده انا قاعد قدام جوارديولا لا 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 ده لويس انريكي انا بتكلم مع والدونيا جامدة ومش عارف ايه الكلام ده كله وهوب يا استاذ يحيا هتتفاجئ بالدوري مباراة الدوري هتلاقي اللي اسمعيني ده نزل درجة تانية فكابتن يحيا على رأي الناس اهو عبدو رمضان بدي ادوق افتكر انه قلت لان بلاس فاعتقد ادوني رأيكم برضو في التعليقات لان انا بحب يعني لما اتكلم في حاجة اكتب لرأي بعد ايه دك يعني ولو انت مش من هوات الكتابة يعني يعني اكتب لك المتين اعرف بس رأيك ايه وانا بقول للأستاذ زيحيا الكومي افتكر ان قلت لك بلاش فده بالنسبة ليه الأستاذ زيحيا الكومي اللي ربنا هستر على الاسماعيلي منه اه طيب اه ندخل في ايه تاني ندخل في ايه تاني اه نهارده كده في خبر على السريع خاص بالصراع بتاع المستشار مرتضى منصور وممضوح عباس الصراع ده بقى يا سيدي بيقولك اوى الله العظيم يتيم اسماعيلي مدرب ده ده مدرب وخبرات ولعب كاس عالم لأ اسماعيلي اه لا يعني واجهة واجهة يعني مش مش تروح تجيب لي ميدو فتكر ان قلت لك بلاش المهم النهارده محكمة القضايا الاداري بتنصف المستشار مرتضى منصور على منضوح عباس اه المحكمة القضايا الاداري اه رفضت الدعوة اللي اقامها منضوح عباس عشان خاطر يمنع مرتضى منصور من الظهور الاعلامي هو كده كده لما مضوح عباس مرتضى منصور ما بيزهرش في الاعلام خالص وممنوع من الظهور الاعلامي ليه انا ما عرفش بصراحة الموضوع غريب ان المستشار مرتضى ما بطلعش في الاعلام بصراحة انا ما عرفش ليه ما عرفش السبب الحقيقي ايه لعدم طلوع المستشار هو او ولاده في اي برنامج تلفزيوني من سنة انت بتكذب يا محمد اه بكذب انت عارف المستشار ما بطلعش ليه اه عارف طب ما تقول لي الناس لأ مش اقول افتكر ان قلت لك بلاش فا يمكن هو اللي مش عاوز يطلب هو ايه يعني احتمال يعني المهم المهم سيد بيقول لي بلاش حاضر اه افتكر ان قلت لك بلاش فا اه طبعا الموضوع حباس طبعا خسر القضية النهاردة والمستشار مرتضى منصور عادي متاح ليه انه يظهر في الاعلام ولكنه مش يظهر في الاعلام ليه لانه هو ما بيحبش الظهور الاعلامي انت بتكذب تاني يا محمد اه انا صريح معك اوه بما اننا مع المستشار مرتضى منصور وبما اننا بنتكلم في الكورة بس وبنتكلم في الزمالك وشوية فضايح الاهل يعني هجيلك انا عند فضايح الاهل بس خلونا ننقل على حتة سياسية رياضية يعني ايه نهاردة كان في مؤتمر كده المناخ اعتقد في باريس مؤتمر مناخ كان فيه سيادة الرئيس ورؤساء دول وشفت صورة هو انا كنت متوقعة وكنت عارف انها تحصل وهي صورة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الامير تميل واقفين وبيتحكوا وعلاقة ود والدنيا رجعت لمجاريها وده اللي متوقع دولتين عربيتين ده وضع طبيعي اذا حصل في فترة من الفترات يعني في كده شوية حاجات بتزعل ده من ده وده من ده ولكن في الاخر يعني قطر رجعت لحضن مصر لان مصر هي الكبيرة ومصر هي يعني قطر وكل الدول اللي هي العربية الشقيقة احنا اخوات فقط رجعت لمصر ومصر رجعت لقطر والدنيا حلوة والدنيا جميلة والحمد لله ان العلاقات بقت كويسة ما بيننا وما بين دولة الشقيقة قطر طيب ده بالنسبة الجانب السياسي الجانب الرياضي بقى هو المستشار مرتضى منصور بيزعل لما حد بيوجه له نصيحة ولكن يعني ما تعتبرهاش نصيحة اعتبرها رأيي الشخصي شفت يا سابت المستشار بعد ما عدت تشتم وتتكلم على هنا وهنا وهنا وقطر ومش عارف ايه يعني اه مصر الصالحة هي مع قطر وانت يا سابت المستشار اللي دلوقتي الدنيا يعني ما كنتش تتكلم انت راجل عندك خبرة سياسية راجل بتتكلم راجل عارف السياسة فانت اكيد كنت عارف ان في يوم الايام مصر هترجع لقطر وقتر هترجع لمصر لانهم دولتين عربيتين لازم هم شعب واحد احنا والامارات واحنا وقطر احنا كلنا شعب واحد يعني وطن عربي يعني اسمه وطن فاحنا كلنا واحد فانت ما كنتش عملتي كده وديك اهو انت اللي طلعت ايه في الاخر ومصر وقطر اتصارك ده اللي انا بقوله انت ابت افهم في السياسة وكنت مش عارف رئيس مش عارف ايه في الجامعة ومش عارف انت راجل عضو مجل الشعب من سنة كامل وانت راجل في القانون احنا عارفيني الكلام ده بس كنت اتمنى يعني ما كنتش دخلت في السياسة ما كنتش دخلت في السياسة ده اللي انا كنت اتمنى اه دي حاجة الحاجة التانية عاوز اتكلم فيها في بس واحدة سفلة الزهر امها كانت مشغولة تانية يعني وما ربطهاش فانا عملت لها بلوك يعني ايه المهم ده بالنسبة للمستشار مرتضى منصور ما كنتش عايز يدخل في السياسة عشان كده يلا اللي حصل والحمد الله الحمد الله هي ريتها بس ايه يعني يتيج على قد كده ونسكت بقى ونرجع ندل الزمالك ونبقى كويسين طيب ده بالنسبة للمستشار مرتضى منصور النهاردة احمد شبير وانا بحييه احمد شبير بصراحة احمد شبير اهلاوي صح بص تتفق او تختلف مع كابتن شبير انا عن نفسي بختلف مع شبير كتير كتير بس احمد شبير اهلاوي صح يعني احمد شبير اهلاوي صح ولا حازم امام اه يعني زمالكوي صح ولا حسن شحاته زمالكوي صح فالكابتن احمد شبير النهاردة طالع مبارح كلنا شفنا وانا منزله على صفحتي على الفيسبوك واللي عاوز اتفرج على الفيديو صفحة الفيسبوك موجود تحت في صندوق الوصف خش اعمل اعجاب بالصفحة واعمل متابعة عشان تشوف الحاجات دي دايما باستمرار ويشوف الفيديو كهرباء على دكة البودلاء وعمال متشنك وقام قاعد يكلم موسيماني ويتكلم ورح واخد بعضه وخرج والمطش لسش شغال الناس اللي بتقول لي انت بتجيب اخبار اهو جايب لك بالفيديو يا حلاوة فالكابتن احمد شبير بيكذب عينينا وبيقول لك ايه بقى لا توجد ازمة مطلقا بين موسيماني وكهرباء الله يا سيدي بفكرني بعد الامام معلش انا بحب اجيب من الافلام لان وقعنا هو بيجي من الافلام في مورجان لما كان عضو ماجل الشعب يا جماعة يا جماعة الفرخة حلوة ايه لما طلعه واتت يا جماعة بصوا لعيش يا جماعة انتوا بس بتقولوا ايه اهو الملعب. يا جماعة بس انتو بتقولوا ايه? يا جماعة انتو مكبرينها شوية. وبيقول لك ايه شوبر تاني? بيقول لك الكهرباء سيشارك غدا في المباراة الاهلي الودي. فالكابتن احمد شوبر بصراحة يعني والكلام ده بيقولوا على الراديو. اللي هو اللي بيسمعوا المصريين. مش الاهلوية بس. فهو راجل اهلاوي متحيز من الدرجة الاولى. وانا مش عارف ليه سايدينه لغاية دلوقتي. الراجل ده يشتغل في الاعلام المصري. اللي من المفترض ان هو محايد. ان هو مش محايد. الراجل ده يشتغل في قناة الاهلي. هيبقى ناجح جدا شوبر. يعمله راديو اسمه راديو الاهلي. هيبقى ناجح جدا. ومتقلق احمد شوبر فيه لو عمل له راديو الاهلي. انو ما يطلع اتكلم في قناة محايدة بتتكلم للاهلوية. والزمالكوية فهو اعلامي فاشل. لانه متحيز وانا مش بعيمه. انما عاوز تبقى اهلاوة يا بكباتن. وحكنات الاهل. اسلامي الشاطر هو اللي النهار عمال بيهبد. وبيدفع ابدات. مية مية. وكل المزيعين اللي هم اللي بتلات تعريفة هناك. بيهبدوا. انما قناة الاهل. ومطلوب منهم عشان يحضوا المرتب. مطلوب انه نهبد للاهل. انما انت يا كابتن شوبر الراديو ده بتاع مصر. وان اه بتاعة مصر. انما انت بتاع الاهل. فالكابتن شوبر غريب بصراحة يعني من كتر دفاعه على النادي الاهلي. اه تزاكر مصر القمة متاح. وبدأت ناس تحجز من النهاردة على موقع تذكارتي. فاللي يقدر يروح ويحجز. فاكيد دي هتبقى حاجة كويسة جدا جدا جدا. بس اللي يروح يبقى رايح يشجع. عاوز تتفرج على الماتشة حضرتك. قعد في البيت. هات نص كيلو لب. ونص كيلو سوداني. وابخمسين قرش ترمس. قعد في البيت. شغل التكيف. وتفرج. انما هتروح حضرتك مطالب منك انك ما تتفرجش. انك تبقى واقف بتشجع التسعين دقيقة. فلو هتروح الاستاد اعمل حسابك على كده. انما تروح الاستاد عشان تبقى قعد تتفرج? لا. اللب والحمس والترمس والسوداني اعتقد يبقى افيد ليك. وطورت كده تتفرج في بيتك. وتشغل بقى التكيف ولا المروحة زي ما حضرتك ايه عاوز? طيب.